بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس حسام من قناة مخزن التكنولوجيا او بالانجلش تيكنو ستور النهاردة بإذن الله في ربع درسي لنا في دورة تعلم الفوتوشوب اللي بنقدمة من خلال القناة بتاعتنا النهاردة بإذن الله في درس اليوم هوريكو طريق تعديل لون عيون اي شخص في اي صورة ما سواء كانت صورة شخصية او صورة انت بتمتلكها على الكمبيوتر بتاعك ومحتاج ان انت تتعدل لون العيون الشخص ده عن طريق برنامج الفوتوشوب طبعا احنا النهاردة هنستخدم برنامج ادوب فوتوشوب انا بستخدم في دورة بتاعتنا برنامج ادوب فوتوشوب الاصدار CS5 الاصدار الخامس لو انت كنت حابب ان انت هتحمل نفس الاصدار اللي انا بشتغل به في الدورة بتاعتنا في درس سابق انا كنت نزلت طريق تحميله وتفعيله تقدر ان انت تلجأ للدرس ده وتتبع بعد كده بقيت الدورة او لو كنت حابب ان انت تستعمل اي اصدار اخر مفيش اي مشكلة نفس الخطوات اللي اطبقها من اليوم هي هتشتغل معاك في اي اصدار اخر كل ما عليك انك تمتلك برنامج الادوب بفوتوشوب مسطب في جهازك زائد الصورة اللي انت محتاج تعدل عليها وهنتابع مع بعض ازاي هنعمل تغيير لون عيون اي شخص في اي صورة ما نتابع مع بعض نستكمل مع بعض على بركة الله انا زي ما انتو شايفين فتحت برنامج الفوتوشوب اللي احنا عايزين نعدل فيها انا طبعا حملت الصورة دي عن طريق الانترنت بحيث ان انا اطبق لكم عليها الدرس اليوم اول خطوة عشان تغير لون عيون البنوتة دي زي ما او لون عيون الشخص اللي انت محتاج تغير لون عينيه في طريقتين انا حابب ان انا اعلمكم الطريقتين وانت شوف عايز تتعلم فيه انهي واحدة فيهم او انهي اللي تناسبك لكن لو تعلمت الاتنين هيكون افضل اكيد اول خطوة او اول طريقة مطلوب منك ان انت تيجي على لير الصورة وتروح عامل لها دابل لير عن طريق ان انت تمسكها بالماوس كليك شمال كده وانت ماسك سيبها هنا فتعمل دابل كليك او تدوس في الكوبورد على كنترول حرف ج في نفس الوقت هيعمل دابل لير ثم ان انت تيجي على اداة البنطول دي اداة البنطول اول واحدة او عن طريق ان انت في الكوبورد تدوس على حرف بي ثم ان انت تبتدي تحدد حدبة العين الاولانية بالمنظر ده انا طبعا التحديد بتاعي احاول يكون متقن على قد ما اقدر لكن انا بعمل بسرعة عشان وقت الفيديو لكن انت هيبقى معاك الوقت كله معاك براحتك بتقدر تحدد بشكل هطقا زي ما انتو شايفين حددنا العين الاولانية او حدبة العين الاولانية بنفس الطريقة او بنفس الطريقة الاداة البنطول على حدبة العين التانية بالمنظر ده زي ما انتو شايفين هنا انا حددت العين الاولانية و ثم حددت عن طريق برضو البنتو العين الثانية كل اللي مطلوب منك بعد كده انك هتيجي تدوس كليك يمين هيطلع لك الخيارات دي هتختار حاجة اسمها ميك الماوس واقف عليها هيطلع لك النفذة دي هتدوس اوكي هيبتدي ان هو يعمل لك عملية سيليكت في العين الاولانية وعملية سيليكت في العين التانية كل اللي عليك انك تيجي في الكوبورد تدوس على كنترول زي حرف اليو هتلع لك النفذة دي منظر ده قبل ما تتعدل في اي حاجة او تلعب في اي اعداد هتلاحظ هنا في مربعين هتلاقي المربع الاول مش محدد عليه هتعمل عليه علامة صح ثم كل اللي هتغير فيه اللي هو التدريج الاولاني ده تلعبش في حاجة تاني هو التدريج الاولاني لو كنت عايز لون العيون احمر هتبتدي تروح لدرجات الاحمر عايز اخضر هتبتدي تروح لدرجات الاخضر حد ما تروح لدرجات اللون العين اللي انت عايزة انا طبعا عايزة سماوي فاروح لدرجات الازرق طب انا اللون ده عاجبني وحابه كده كل اللي هعمله بعد كده هدوس اوكي واجي الغي عملية select زي ما انت شايف لون العيون اتغير معايا ده قبل التعديل وده بعد التعديل هتمنى يكون الفرق واضح طب دي الطريقة الاولانية طب الطريقة التانية هندلت بس الطبقة اللي احنا كنا عملينا بحيث الصورة ترجع لاصلها دي اصل الصورة الطريقة التانية بقى هتروح تعمل layer جديد فاضي layer ما فوش اي حاجة ثم هتروح لأداة select الشكل الدائري وتبتدي ان انت تحدد حدبة العين الاولانية طبعا انا هعمل الكلام ده بسرعة بمنظر ده ونفس الكلام الحدبة التانية عشان تحدد عن طريقة اداة select الدائري الاثنين في نفس الوقت هتلاقي عندك هنا خيارات اختار الخيار التاني بحيث ان هو يمكنك تحدد هنا وتحدد هنا في نفس الوقت زي ما انت شايف انا هنا حددت العين الاولانية ثم رجعت حددت العين التانية بعد كده هروح اختار الفرشة بتاعتي اداة الفرشة اختار اي فرشة المهمة تكون كبيرة وابتدي اروح اختار اي لون انا عايزه انا هنا فضلت اختار اللون الاخضر مثلا بما ان جربت اللون اللبني في الطريقة الهولانية وتبتدي ان انت تحط اللون بتاعك وتلغي عملية select بالمنظر ده ثم هتيجي هنا على mode layer هتختار الساهم ده لو دوست عليه اسمه mode layer هيطلع لك خيارات كتير كل اللي ههمنا ان انت تيجي هنا على الخيار ده وتروح محدده وبعد كده هتيجي هنا في quality تخليه خمسة وخمسين بالمنظر ده زي ما انتو شايفين ده قبل التعديل وده بعد التعديل زي ما انتو شايفين كمان الطريقتين تشغلين وما فهمش اي مشكلة دي نجحة ودي نجحة طب ايه الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم ان الطريقة الاولانية اكثر اتقان لان البنتول بتخليك تحدد الحدبة بشكل اتقن وبشكل افضل عن ما اداة select الشكل الدائري بتحددلك كمان الطريقة اللي هي بتاعت اداة select بشكل دائري ما بتنفعش في كل السور بمعنى اصح لو الصورة معاك بشكل street يعني الوش في استقامة زي الوش ده فادات select بشكل دائري هيتبقى نجحة معاك ما فيش مشكلة طب لو الشخص اللي امامك اللي انت عايز تحدد له العين واخد زاوية ما بنظرة عينه واخد اتجاه باتجاه وجهه يمين شمال في الحالة دي هتحتاج ان اداة البنتول عشان يكون التحديد اكثر اتقن واخد الدرجة بتاعت الحدبة بشكل اوضح وشكل افضل ده الفرق ما بين الاثنين اتمنى يكون واضحة الرؤية وده كان درس اليوم اتمنى يكون الجميع استفاد معايا اخيرا لو انتو استفدتوا معايا بدرس اليوم ما تنساش انك تدعمنا وتدعم الفيديو ده بانك تدسله تحت لايك كمان لو انت حابب انك تتابع معانا ما هو قادم من دروس جاية ما تنساش انك تعمل لنا سبسكرايب وتشترك في القناة عشان تتابع معانا الدروس القادمة اخيرا اتمنى شوفكو على خير والى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته